اشتركوا في القناة ختمنا موضوع السبجكت إذا بتتذكروا ختمنا موضوع السبجكت كاملاً حكينا عنه السبجكت بنبلش فيه الجملة ممكن يجي ناون ممكن يجي برو ناون صح ولا لا وحكينا الناون بأنواعه countable uncountable وشرحنا شو خصائصهم وبعدين روحنا على البرو ناونز وأخذنا ثلاث أنواع من البرو ناونز البرو ناونز اللي هم منستخدمهم في مكان السبجكت وحكينا عنا seven pronouns in English لما I, we, you, they, he, she and it صح ولا لا وحكينا هدول البرو ناونز ما باستخدمهم بس في مكان السبجكت وممكن استخدمهم في مكان الابجكت لكن بتغير شكلهم زي I بتصير me we بتصير us you بتضل you they بتصير them he, him, she, her و it بتضلها it صح ولا لا وحكينا ممكن أننا نستخدمهم as possessive للملكية his, her, their, my, your تمام بعدين روحنا عن نوع الثاني من نواع الضمائر اللي هم demonstrative pronouns وكان درس لطيف وخفيف عن ضمائر الإشارة اللي هم الأربعة this, that, these, those وقسمناهم على حسب محورين المحور الأول كان إما singular أو plural اللي هو مفرد أو جمع وحكينا المفرد باستخدمهم إما this أو that على حسب القرب أو البعد فإذا كان قريب باقول له this إذا كان بعيد بنحكي له that والمحور الثاني هو الجمع وحكينا لما يكون في عندي جمع باستخدمهم these أو those وركزنا على أفضهم these and those وحكينا إذا كانوا إقراب مني جمع وقراب مني بحكي لهم these وإذا كانوا بعاد عني بحكي لهم those واتفقنا إنه أي إشي فوق الواحد في الإنجليزي جمع ما في عندهم مثنى ما في عندهم هاي الأمور وحكينا كمان إنه راح نبلش اليوم بالأفعال verbs بدكوا تخلوا في بالكم إن اللغة الإنجليزية هي لغة الفعل لغة الفعل في اللغة العربية أنا ممكن أكون جملة بدون فعل لكن في اللغة الإنجليزية ما بقدر لازم دائما وأبدا في اللغة الإنجليزية يكون في جملة فعل ما في جملة في اللغة الإنجليزية تخلوا من الفعل فلذلك هذا أهم أهم ها للمرة الثالثة بقولها أهم درس ممكن إنه نواجهه في موضوع التأسيس وهو درس سلس لمن أراد أن يكون له سلسة لكنه اللي حاب يصعب على حاله أهو الله بصعب عليك فلذلك عشان يكون عندك سلس ركز شوف تسلسل بالشرح شوي شوي تمام وامشي معي خطوة خطوة الموضوع سهل جدا وسلس جدا تمام نركز مع بعض ونشوف في موضوع الverbs بسم الله اللي هي الأفعال الأفعال في اللغة الإنجليزية تقسم إلى قسمين إحنا خلينا نبلش بشيء أنا حضرت لكم إيام دا اللي بيحب مسألة الجداول وما إلى ذلك شوفوا verbs in English تقسم إلى قسمين الأول helping verbs اللي هي الأفعال المساعدة والقسم الثاني اللي هو main verbs الأفعال الرئيسية تمام الأفعال المساعدة اللي هي helping أو auxiliary إذا سمعت واحد بقول لك auxiliary verbs معناها أفعال مساعدة helping verbs أفعال مساعدة ما بيفرقوا عن بعض so helping verbs they were called helping verbs in English سموهم helping verbs in English because they help the reader to determine the tense of the sentence هما بيساعدوا القارئ إنه يحدد زمن الجملة هاي أول وظيفة عشان اللي يسموهم عليها helping verbs وثاني وظيفة helping verbs لأن هما بيساعدوا الفعل الرئيسي في الجملة يحافظ على الشكل المطلوب منه حسب التنس أو حسب الزمن طبعا هذا الإشي اللي أنا بحكيه ممكن البعض يفهموا إذا كان بيعرف بالتنسس ممكن البعض لسه ما يكون متوضح له إن شاء الله تعالى إلا قدام راح نوضح هذا الحق كامل راح يذكركم في الجملتين هذول ولا تنسوهم بتساعد القارئ على تحديد زمن الجملة وبتساعد الفعل الرئيسي إنه يحافظ على الشكل المطلوب منه عشان يؤدي وظيفته بالشكل الصحيح عشان يسموهم أفعال مساعدة أفعال مساعدة إن إنجلش يا جماعة الخير اللي هما helping verbs in English يقسموا إلى أربع أقسامة وأربع مجموعات أربع مجموعات المجموعة الأولى اللي هم مجموعة to be to be be معناها يكون فإحنا بنحكي عن أفعال كينون be معناها يكون المجموعة الثانية اللي هي to do to do لأفعال العمل do معناها يعمل المجموعة الثالثة اللي هي to have to have have معناها يملك لما تحكي I have a car عندي سيارة صح ولله أنا بأملك سيارة so to have اللي هي أفعال التملك أوكي والمجموعة الرابعة لي models اللي هي الأفعال الناقصة الأفعال الناقصة ورح نحكي ليش بسموهم أفعال ناقصة هذا بالنسبة له helping verbs الشكل الثاني من الأفعال لعنا اللي هو main verbs main verbs الأفعال الرئيسي وسموه فعل رئيسي في الجملة لأنه ما فيه جملة في اللغة الإنجليزية تخلو من فعل رئيسي مستحيل مستحيل ما فيه فعل ما فيه جملة سورية كاملة ما فيه جملة كاملة في اللغة الإنجليزية تخلو من فعل رئيسي والأفعال الرئيسية تقسم إلى قسمين أوكي القسم الأول regular اللي هي الأفعال المنتظمة وحنحكي ليش منتظمة كمان شوي والقسم الثاني ليه irregular الأفعال غير المنتظمة أفعال غير المنتظمة ورح نحكي ليش غير منتظمة هاي بس كانت مقدمة سريعة للدرس تبعنا اليوم يلا بينا نروح الدرس مع بعض ونفصل فيه أكثر بسم الله الرحمن الرحيم helping verbs زي ما حكينا الhelping verbs أول نوع من أنواع الأفعال الhelping verbs اللي هي أفعال المساعدة زي ما إحنا قبل شوية أرجمناها شو شكرا رح نكتب لكم بالعربي مرة ثاني للتذكير نوخذ الأخضر so helping verbs اللي هي الأفعال الأفعال المساعدة وحكينا ليش سمناها أفعال مساعدة أو زي ما أنا كتبت لكم قبل شوي auxiliaries أو auxiliar verbs so auxiliar verbs حكينا إحنا تقسم أو الhelping verbs تقسم إلى أربع أقسام كتبنا إحنا عنوين وما دول بالأحمر كتبت قبل شوية عنوينهم لكن ما فصلنا شو هم verb to be نتعرف عليهم على السريع إنه is, am, are, was, were وباللهي عليكم يا جماعة هاي لفظها were were مش where where معناها أينة were معناها كانة so خلي بالك مش where مش a where it's were قطع ها short قصير الفاول اللي بحكيه أنا قصير حرف العلي اللي بالنص الصوت قصير were مش where أوكي ولا تستحي دائما وأبدا إنك تلفظ اللفظ الصحيح إحنا مشكلتنا دائما دائما مشكلتنا إحنا ما منتعلم اللغة بالشكل الصحيح لأننا منستحي نحكيها قدام الناس لا تستحي تحكي اللفظ الصحيح حتى لو ضحكوا عليك لأنه هو بضحك عليك هسا لكن لما تصير أنت تحكي إنجليزي بعد سنة إن شاء الله أو بعد فترة معين مش شارط سنة بعد فترة معين على حسب أنت مدى الـPractice تاعك اللي هو تمرئ قداش أنت بتتدرب على اللغة ومدى إتقانك إلها لما تتقنها مية بالمية بتصير أنت مرجع للي كان يضحك عليك بصير الجالة يقول لك بالله كيف من نلفض هاي الكلمة كيف من نلفض هذيك الكلمة فلا تستحي ولا تخجل في العلم نهائيا اللي بده يضحك يضحك هو حر أوكي؟ فلافظ الصحيح وعننا برضو الـB اللي هي بيس فورم بيس فورم برضو هاي نقطة ثانية أنا بدي أحكي فيها بيس فورم بيس لما أحكي لك بيس يعني هو الفعل شاني بيس؟ معناها أساس فالبيس هو الفعل الأصلي من غير أي زيادة عليه من غير أي زيادة عليه من غير ما نضيف عليه آي إن جي من غير ما نضيف عليه إي دي من غير ما نضيف عليه أس المفرد من غير ما نضيف عليه أس المفرد من غير ما نضيف عليه أي شيء نهائيا هو الفعل الحالي زي ما بقول زميلة أستاذ إيمان سعادي هي الحال الخام للفعل الحال الخام للفعل الفعل من غير أي زيادة يا جماعة أوكي هذا بسمه base لا تنخدع وتفكر أنه الverb one زيه زي الbase لا بيختلف تماماً أوكي الverb one هي الحالة الأولى للفعل تصريف الأول للفعل لكن base هو الفعل من غير أي إضافة تمام برضو الbase بيختلف عن الانفينيتف كمان فصار في عندنا فرق بين الbase بين الانفينيتف وبين verb one راح نحكي فيها الملاحظة كمان شوية إن شاء الله راح أكتبلكم إيها حلو الواحد يعرفها أوكي so base اللي هو الحال الخام للفعل هو be وعندنا been اللي هو التصريف الثالث لهذه الأفعال كلها وعندنا being اللي هو المستمر للأفعال فصار عندنا ثمانية اللي هو is, am, are, was, were, be, been, and being المجموعة الثاني verb to do اللي هي أفعال العمل سمناها الأولى سمناها أفعال الكينونة والثانية سمناها أفعال إيش العمل do هم ثلاث do, does, did راح كمان شوي أنا بس هيك أتعرف هذا نتعرف عليهم كمان شوي إن شاء الله تعالف الصفحة اللي وراها راح نشرح بالضبط شو هما وشو وظيفة كل واحدة فيهم إن شاء الله تمام خليكم أنا number three المجموعة الثالثة عنا إيش verb to have أفعال التملك verb to have أفعال التملك وهي have, has, and had ثلاثة برضو have, has, and, had المودلز اللي هي الأفعال الناقصة وقلنا راح نحكي ليش ناقصة لما نشرحهم كمان شوي can, could, will, would, shall, should, may, might, might, might أنا سمعت سمعت في ناس بيقولوا عنها مقت سمعت من أستاذ إيمان سعادة بيقول لي والله يفي الطلاب يا أستاذ محمد إنه بيحكوا عنها مقت خلوا باك والله يرضى عليكم مش كل إشي يكتب يلفظ في الإنجليزي مش زي العربي مش كل شيء يكتب يلفظ this one is might might, might, might must, have to وركزي على اللفظ والله يرضى عليك مش have to لا, have, have, have have to has to had to, and ought to so have to, has to, had to, and ought to أوكي هذول هم الأفعال المساعدة في اللغة الإنجليزية تعرفنا عليهم بشكل سريع نيجي للقسم الثاني عندنا main verbs main verbs الأفعال الأفعال إيش ذكروني main معناها رئيسي صح فإحنا منحكي عن الأفعال الرئيسية في اللغة الإنجليزية الأفعال الرئيسية وحكينا سمناها رئيسية لأني ما بقدر أستغني عنها أبدا في الجملة ما فيه جملة كاملة في اللغة الإنجليزية تخلو من فعر رئيسي all right dynamic ليش كتمنا dynamic من قوسين هون dynamic من كلمة ديناميكية يعني في حركة فهي هي بتعبر عن أفعال حركية أوكي أفعال ما لها الحركية أفعال فيها حركة all right أفعال فيها حركة زي لما تحكي أنت walk يمشي في حركة read يقرأ في حركة write يكتب في حركة فهي الأفعال اللي إحنا بنعرفها اللي فيها حركة تمام هاي الأفعال يا جماعة بيقول لك إلها ثلاث تصاريف رئيسي للفعل في اللغة الإنجليزية الفعل الرئيسي له ثلاث تصاريف تمام واللي هي present اللي بنسميه verb one past اللي إحنا بنحكي له verb two past participle اللي هو verb three فلما الأستاذ يجي يقول لك أعطيني الverb one من الفعل معناته هو قصده present التصريف الأول إذا قال لك verb two معناها التصريف الثاني اللي هو past إذا قال لك past participle معناها التصريف الثالث فكل جملة أو كل فعل في اللغة إلو ثلاث تصريف إحنا في العربي عندنا اللي هي التصريف الماضي والمضارع والأمر للفعل صح ولله هم عندهم ما في الأمر كتصريف مش معتبرين وهم معتبرين عندهم verb one verb two and verb three present بأسماهم past وإيش كمان عندي past participle يقسم المين verb زي ما شفنا في الصفحة اللي قبل إلى قسمين regular verbs اللي هي أفعال منتظمة regular معناها إيش عادي أو منتظم فإحنا نحكي عن أفعال منتظمة إيش يعني أفعال منتظمة وعدكم منه نشرح شيء يعني أفعال منتظمة هي الأفعال التي نضيف إليها ed عند تحويلها للماضي والماضي التام اللي وهون شايفين هذا مضارع أو تصريف أول هذا ماضي أو تصريف ثاني وفي ناس بيقولوا هذا ماضي تام أو تصريف ثالث فلما نيجب أن نحول الفعل من المضارع للماضي والماضي التام أو من التصريف الأول للتصريف الثاني والتصريف الثالث بضيف له ed هاي هي القاعدة العامة التي تنتظم عليها الأفعال المنتظمة فأي فعل ينتظم أو يندرج تحت هاي القاعدة إنه عشان نحط منه الverb 2 أو نشكل منه الverb 2 ونشكل منه الverb 3 بنضيف له ed بسموه فعل منتظم زي عنا walk walk هذا verb 1 صح؟ إيش verb 2 منه؟ بضيف له ed بصير walked طب إيش verb 3 منه؟ أو تصريف ثالث الفعل برضو walked بضيف له ed فهذا صف عندي اسمه فعل منتظم لأنه انتظم على قاعدة الed انتظم على قاعدة الed خلوا بالكم أوكي؟ كمان عليهم مثال مثلاً لما تحكي watch watch يشاهد watch watched أوكي؟ أضفت لها ed watched أضفت لها ed verb 2 verb 3 من watch اللي من watched watched أوكي؟ فأضفنا ed على الجهتين زي ما تحكي زي ما تحكي say كمثال say say الماضي منها said said أوكي؟ فأضفناها إلى ed نفس القضية alright؟ فهذا فعل منتظم طيب المجموعة الثانية من الأفعال الرئيسية وهي الأفعال غير المنتظمة أفعال حكينا عنها غير المنتظمة أيش يعني أفعال غير منتظمة؟ بيّنت عندنا المسألة الآن لم يحكي غير منتظمة أي بمعنى آخر لا تنتظم أو لا تندرج تحت قاعدة ال-ed ما بتنتظم في قاعدة ال-ed إذا بدي أشكل منها الماضي والماضي التام أو بدي أشكل منها تصريف الثاني والتصريف الثالث ما بحط لها ed شو بصير عليها؟ خليني قرأ ونشوف بقولك هي الأفعال التي لا تقبلها حطين لك تحت خط bold عشان ما حدا ينسى بالله عليكم يا جماعة لا تنسوا هي الأفعال التي لا تقبل ed عند تحويلها ليه؟ التصريف الثاني والتصريف الثالث وإنما يتغير شكلها هاي أول شغلة فيها إنه ممكن شكلها يتغير أو أو خلوا بالك فيه أو بقولك أو إيش قد تبقى كما هي قد تبقى كما هي فممكن أن يتغير شكلها كاملا ممكن تبقى كما هي ويجب حفظها للضرورة للضرورة القصوى ضروري جدا تحفظوهم لأن الأفعال أصلا الأفعال هذول بيسمون الأفعال الشواذ أو الأفعال غير المنتظمة هذول يجمعها في الإنجليزي في أكثر من 300 فعل أكثر من 300 أكيد أجزم أنه أكثر من 300 فعل الـ conversation إيش بقولك دائما إحفظها 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 مش اعتباطا إحنا بنحكي إحفظها كمدرسين لأنه معظم الكلام الشائع بيننا أو المحادثات الشائعة بين الناس اللغة الإنجليزية بتعتمد على هاي الأفعال لأن كل هاي الأفعال مستخدمة بشكل كبير جدا في الـ conversation كثير من استخدمها فيذلك لازم تحفظوها لازم تحفظوها ولما يجي يسألوكوا سواء في المدارس أو في الوزارة بتعمدوا أنهم يجيبوا لكم من هاي الأفعال عشان نشوف إذا الطالب دارس وحافظوا أو مش دارس فلا إحفظوهم وكيف ممكن نحفظهم؟ هون السؤال كيف ممكن نحفظهم؟ أنا والأستاذي من سعادة في هاي الدوسية عملنا لكم طريقة يعني بتخر المي طريقة رهيبة طريقة رائعة خارقة حارقة متفجرة سميها البذكية عشان تقدر تحفظ الأفعال هاي بسهولة وسلاسة تمام؟ في آخر الدوسية إن شاء الله تعالى في نهاية مرحلة التأسيس هاي في آخر الدوسية رح نحكي لكم شو هي الطريقة بإذن الله تعالى عشان تكون أموركم سهلة وبسيطة وسلسة كمان زي ما احنا كاتوا لكم شايفين جاء بحفظها الضرورة القصوى وستكون مرفقة في الدوسية إن شاء الله أمثلة عليها شايفين مثلا عندي فعل beat beat هذا verb 1 أوكي الverb 2 منه ما حكيت beated ودير بالك تحكي beated بلعليك دير بالك أوكي عشان احنا بنحكي حفظوها لأنه لما يجي يسألك سواء في المدرسة أو في الوزارة لما يجي يحط لك يقصين وتيجين دا ودك تحطوا بالفراغ بالشكل المناسب ولازم يكون verb 2 أو verb 3 تروح تكتلوا beated لأنك مش عارف إنه الماضي منها beat أو التصريف الثالث منها beaten أوكي ما رايح يحسب لك يا صح ما رايح يشفق عليك وقول لك آه والله هو عارف إنه لازم تكون هون verb 2 لكنه مش حافظ الverb 2 تعالي الله منحسب له فيش يلا منحسب العلامة لا تجزأ في المواقف هاي بيروح عليك يا ابني بيروح عليك بيروح عليك يا بنتي والله بيروح عليك هذا الحكي حرام يروح عليك علامة أو علامتين لأجل فعل إحنا مش حافظينه صح ولا لا فنحفظ beat beat التصريف الثاني منها beat والتصريف الثالث منها beaten شايفين الفعل الأول والثاني والتصريف الأول والثاني يظلوا زي ما هم الثالث لتغير feed اللي هو التصريف الأول شو صار عليه شلنا منه إيه صار إيش fed التصريف الثالث fed فالتصريف الأول صار بيختلف عن الثاني والثالث الثاني والثالث شابهن شايفين كيف قزنا بتغير أشكالهم وليش غير منتظمة لأنه ما في قاعدة بتحصرهم بشكل معين نهائي أوكي طلع break التصريف الأول إشي broke هي تصريف الثاني غيرناه طب تصريف الثالث broken تغير تماما فصار عند التصريف الأول بيختلف عن الثاني بيختلف عن الثالث طيب كلمة cut تصريف الأول من cut cut تصريف الثاني cut طب التصريف الثالث cut دا 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 شايفين نفسها نفسها هي هي فما تغير cut فأنا ما في قاعدة هون بتحصرهم بشكل معين that's it هذا بالنسبة ل the irregular verbs الحصة الجاي إن شاء الله تعالى رح نشرح بالتفصيل الممل موضوع helping verbs أنا مش حاب بني نحط لكم ياهم كلهم في حصة واحدة عشان ما يكون في ضغط alright فهي الحصة كان هدفي إنه نتعرف على مسألة verbs اللي هي الأفعال في اللغة الإنجليزية وحكينا إنها أفعال helping و main verb والhelping قسمناها لأربع أقسام verb to be verb to do verb to have and models وتعرفنا عليهم شو هم تمام وحكينا عن main verbs اللي هي الأفعال الحركية وقسمناهم قسمين regular منتظمة و irregular غير منتظمة وحكينا فيهم بالتفصيل الحصة الجاي شايفين الحصة الجاي أنا محضر لكم helping verbs explanation كل واحد من helping verbs المجموعات اللي حكيناهم إن شاء الله رح نشرحهم مجموعة مجموعة بالتفصيل بإذن الله المجموعات رح نحكي عن معانيهم رح نحكي عن استخداماتهم في اللغة فتابعوا معنا وخليكم معنا كان معاكم الأستاذ محمد مراجد في هذه الحصة والحصة الجاي إن شاء الله تعالى نلتقيكم على أمل وخير وسلامه السلام عليكم اشتركوا في القناة